السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روتين جديد كده وهنبدأ فيه مع صباح يوم جديد. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا مع بعض. مبدئيا كده انا مش عايزكي تيقاسي وتقولي انا يومي ما فيهوش بركة. لان انا بسمع ناس كتيرة قوي تشتكي من قلة البركة في يومها. وانا هقولك دلوقتي انت ليه مش حاسة بالبركة في ويه كمان الفرق بيننا وبين ستات بيوت زمان اللي كان يومهم كله بركة وتلاقي كل الستات مخلصة شغلها ولا كان فيه بقى غسلات ولا كان فيه ولا الحوارات بتاعتنا الدنيا دلوقتي بقت اسهل بكتير بس بالاسف بنلاقي ناس كتيرة قوي بتشتكي من قلة البركة. البركة هي في صحيانك بدري. البركة في انك تحمدي ربنا على كل حاجة حواليك وتحسي بالنعم. تستشعر النعم. يعني ما تبقاش حاجة سهلة بتعدي كده عليك وخلاص. لأي حاجة صغيرة انت عايشها احمدي ربنا عليها. انا بصراحة من اكتر الحاجات اللي بتحسسني ببركة في يومي الصحيان بدري زي ما انتم شايفين مع بداية يوم جديد كده. دخلت شمتها وربنا حمدت ربنا ان انا لسه آآ عايشة وبتنفس آآ حمدت ربنا ان انا مسلا ربنا نعم علي بالصحة آآ ان انا مسلا آآ آآ عايشة مسلا من غير ما بعانيش من حاجة اليوم دوت. ان انا شفت انهار ربنا ده دي حد ذاتها نعمة لازم احمد ربنا عليها. اكلت العصافير بتوعي وشربتهم وشربت الشاي وترت على السوق. جبت بقى شوية الحاجات دولت. انا عايز اقول لكم ان انا يعني جبت على قد ما قدرت كده اشيل لان كنت عايزة كم حاجة كده لغاية كم يوم زي ما انتم فاهمين انا بجيب حاجات بسيطة لغاية بس مفرش الشقة وبعد كده نبقى نزبط التلاجة بتاعتنا ونزبط مطبخنا. مبدئين كده جبت كده شوية حاجات. اول حاجة جبت البصل البصل ده كان سعره اتناشر جنيه حجمه صغير في الاجبر بخمستاشر الفلفل كان بستة ونص تمام بعد كده جبت البطاطس دي كانت بتمانية جنيه ونص والبامية كانت بتلاتين جنيه وبصراحة علشان دي الوقت وانا مش فاضية جبت الملوخية دي دي منتانة حلوة برضو شغالة اه هي وبسمة كويسين دي كان سعرها تلات وشر وجبت بقى شوية حاجات بسيطة كده يعني ملح مرأة دجاج يعني حاجات بسيطة كده اتمشيني لغاية مرس البرتمانات بتاعتي او علب التوابل وطلع بقى الحاجات بتاعتي اللي انا شايلها بتاعت الخزين تمام كده وجبت كمان آآ برضو الطماطم دي الطماطم عايز اقول لكم ان هي في السوق سعرها حلو انا جايبة طماطم كده نشفة للتلاجة يعني لسلطة لتونة للاستخدام يعني اللي تقعد معي في التلاجة كم يوم كده وما تطراش الطماطم دي كانت نشفة وحلوة جدا كان سعرها خمسة جنيه فيه طبعا بتلاتة ونص وفيه باربعة بس دي باللقاء بتتعمل صلصم وكمان سعر اللمون ده آآ ده كان سعره خمستاشر جنيه آآ دول بقى ايه يعني انا ما جبتش كميات كبيرة زي ما قلتلكم علشان مش يعني مش هجيب الكيميات اللي انا عايزها دلوقتي وجبت التونة دي لان انا بدور اليومين دول على اكلات سهلة كده وحاجات بسيطة لانه زي ما انتم عارفين انا يومي كله رايح في التوضيب ورس الحاجة والحاجات بقى الايه بتاعة الفرش وما عنديش طم طبعا التوم بتاع كان خلص من قبل منقل فجبت التوم ده كان سعره تقريبا خمسة وتلاتين المهم يعني دولت يعني رابع كيلو او ازياد شوية قلت ايه يمشوني لكم يوم دولت كده جبت كمان حاجات الغسيل جبت انتم عارفين انا غسلت فوق اوتوماتيك وبستخدم فيها مسحوق آآ عادي فاكسي كويس على فكرة لغاية بس ما اعرف حد بيبيع مسحوق تاني كده معي اخلطهم على بعض وهقول لكم خلطة حلوة ان شاء الله برضو آآ للغسيل بستخدمها ده كان بخمسة وعشرين جنيه ده كان خمسمائة جرام نص كيلو واجبت كمان الحاجات دي عندي اساسي في الغسيل الكولوروكس الابيض آآ وغالبا بحب كولوروكس بحبش اي نوع تاني في الابيض وقلت اجرب كولوريل انا بجرب كولوروكس الوان بس لقيته غلي ورفع جدا فجبت كولوريل دي كان سعرها عشرين وكلوريل دي كانت بخمسة وعشرين او العكس تقريبا لأ لأ الابيض بعشرين والالوان كان بخمسة وعشرين هيا دي بقى المشتريات اللي انا جبتها الصبح كده من السوق وانا ما بحبش من الناس اللي ما بتحبش تنزل السوق واخري لأ بحب بدري اجيب حاجتي بدري احب لو ورايا غسيلة خلصوا بدري الخضار والسوق برضو بدري يعني جربوا كده تنظموا يومكم وتخلوا وتبدأوا فيه من بدري هتلاقوا والله كل حاجة تمت كده آآ سبحان الله واليوم حستي فيه ببركة انت خلصت يومك يعني بدأت يومك جبت حكتك عملت اكلك روقتي عملت الغسيل وكده وهتلاقي نفسك لسه كل ده والدهر فاهميني آآ مع عكس بقى اللي بتسحى بعد الدهر طب انت هتسحي بعد الدهر فين الوقت اللي هيكف فيك عشان تخلصي كل ده المهمة بقى طلعت المنظمين دولت آآ عايز اقولكم ان هما حلوين جدا لان هما مفتحين فباخسل فيهم الحاجة وفي نفس الوقت بسيبها كده ايه آآ تتصفى كده والحاجة تنشف وبدخلها بقى التلاجة وهي النشفة البامية دي قلت هخسلها طبعا انتو كلكم عارفين شطروا عارفين ان البامية بنخسلها قبل التأميع هعملها كده وهسيبها بقى بالشباك في المطبخ كده تتهوى وتتصفى كده حلو هي والطماطم والفلفل وبعد كده هاخدهم على التلاجة البامية هبقى اقمعها كده واعملها لان دي البامية اللي فيها احمر دي اللي هي تقريبا الفلاحي آآ دي ما بتتخزنش يعني مش هشيلها واحطها في الفريزر وهنا كان التربو بتاعي اللي انا غسلته معاكم في الروف انا هنا غسلته كويس جدا وطبعا دي مشمعت انا حطى تحتيها بودرة بودرة عشان النمل وكده انا بحب احط الموضوع البودرة ده تحت المشمعات عشان يحفظ لي حاجتي كده وما فيش بقى سوسة ولا اي حشرة لقدر الله تدخل عندي خالص في الحاجة بعد كده بقى ايه آآ قلت بقى اعمل لهم كده كانوا لدي بطبعا بقى صحي وكده فاعايزين نعمل فطار سريع وحلو كده فقلت هعمل لهم ايه جايبوا بيت كنت معايا قلت هعمل لهم بقى شكشوكة كده ايه حاجة على السريع ومنها تبقى آآ يعني مغزية وكويسة جبت بصلتين كده زمانتم شايفين قطعتهم على ايدي بسرعة كده وانا واقفة وفي معلقة سمنة وانزلت بهم لغاية ما يصفروا جبت بقى قرن فلفل كده عايز اقول لكم ان هو كان حامي شوية بس كان مدي تعمل الشكشوكة رهيب بجد كان تعمها حلو جدا علشان الفلفل انا وليدي خده خلاصة على الاكل اللي فيه الفلفل زيادة او حامي فما فيش مشكلة انما لو انت مش حبة ممكن تحطي بقى فلفل آآ فلفل رومي المهم بقى ايه خليت الفلفل كمان ريحته تطلع كده مع البصلة وانزلت بطماطميتين برضو مع البصل وهسيبهم بقى يعيشوا حياتهم قبل ما هحط البيض بس كده هي دي طريقة الشكشوكة يعني سهلة جدا وجميلة واكلة حلوة اوي انت ممكن تعمليها فطور انت ممكن تعمليها غدا جنب بطاطس محمرة واي حاجة كده مخلالة بقت اكلة حلوة جدا واكتصادية يعني على قد الايد فهتلاقيها جميلة جدا معك ودولي بقى لما انا اصحى بدري واروحي السوق اجيب حكتي وشغل على الغسالة وانشر الغسيل وتكوني مروقة شاقتك طبعا وعملة كل حاجة كده وهتفترم مع ولادك وشوية وهتعمل الغدا طيب بقيت اليوم بقى بتاعك يعني تقدري تقولي كده من بعد العصر انت هتخلصي الكلام ده كله قبل العصر يسدقيني بس الكلام ده كله امتى لما تصحي بدري جربوا كده يوم واحد بس حاولوا تناموا في بدري واصحوا في بدري وشوفوا الفرق اكيد هتحسوا ببركة في يومكم وهتحسوا كده ان ربنا مبارك واحمدي ربنا على كل حاجة هتلاقي البركة مالت بيتك ووقتك بقى كله سبحان الله كده وهتلاقي وقت كمان ليك انت تريحي فيه وتاخدي كده وتعملي اي حاجة انت بتحبيها هتمرسي هوية ليك هتقري اي حاجة هتتفرجي على حاجة انت بتحبيها جربوا وان شاء الله مش هتندموا هو ده كان الروتين بتاعي بتاعي الصبح بدري وكان يوم كله ببركة وكان يوم جميل علشان كمان معاكم اشوفكم بقى في فيديو جديد على الف خير وسلام عليكم